موسيقى والاسلاميون المحتاجون في لول أخبار اليوم التعن على تأسيسية الدستور أمام المحكمة السلساء الشروق أزمة البنزين تلتهم أولى ضحاياها أخبار اليوم في لول نظام مبارك وراء أزمات البنزين والسولار الأهرام الصفحة الأولى القوات المسلحة تدفع بأسطول أوتوبيسات لحل أزمة إضراب السائقين المصر اليوم تجميد المصري عامين وملعبه ثلاث سنوات وغضب في الأهلي وبورسعيد الشروق ألاف البورسعيدية يهددون بالانفصال أخبار اليوم أمريكا توافق على واحد وستة من عشرة مليار دولار مساعدات لمصر هنشوف دلوقتي أهم خبر لفت نظرك ونرجع نستعرض مع بعض أهم الأخبار أكثر خبر لفت نظري في الأسبوع ده في الجرائد الإضراب العام للقطاع الهندسي في التلفزيون إضراب هاي تنقل العام بس أنه أثر على المواطنين أنهم مش عارفين يروح شغلهم بس هو إضرابهم بالنسبة ليهم حق أنهم يعني عايزين بقية متطلباتهم اللي هو مش عايزين يدعوها لحد دلوقتي بقية المرتبات المكافأت بتاعتهم أكثر خبر لفت نظري إضراب العاملين في هاي تنقل العام وطبعاً أنا حاس ندوني راقة الشوارع بقيت أحسن من الأول مفيش زحمة مفيش تكدس هو أكثر خبر لفت نظري وفات البابا شنودة لأنه إنسان كان حاكم جداً أكثر خبر لفت نظري كان وفات البابا شنودة أنا أكثر خبر لفت نظري وشديني أن البابا شنودة مات لأن طبعاً كل الناس كان بتحبه أكثر خبر لفت نظري الله يرحمه كان وفات البابا شنودة وبعدين حصلت أحداث موضوع النقل العام فدوت بأخرنا الوراء هو طبعاً أكثر خبر لفت نظري مش أنا الوحدي والشعب المصري كله والعالم كمان هو وفات البابا شنودة طبعاً لأن كل مصر أكيد حزينة عليه ولو حضراتكم تلاحظوا تقريباً ترات أربع الناس في الشارع لابسين أسود بسبب الموضوع ده بس طبعاً لازم نفرض الحزن على الناس كلها لكن ده كان خبر فعلاً صعب جداً على الشعب المصري كله أكثر خبر النهاردة اللي صار بقاله أسبوع اللي هو النقل العام توقف الأوتوبسات النقل العام ودي حاجة كانت مربكة جميعاً للناس الموظفين على مصطوى مصر كلها أن توقف الأوتوبسات ده كان طريقة من خطأ يعني وهيئة أن العام المفروض كانت تاخد منقف من جميع موظفية أكثر خبر شد انتباه هو إلغاء محاكمة الموطنيين أمام المحاكمة العسكرية لأن الأصل في الإنسان أنه هو يكون قدام الأضل الطبيعي ومش قدام المحاكمة العسكرية طبعاً زي ما شفنا أهم خبر هو وفاة البابا شنودا ده طبعاً خبر أحزانا كلنا وكل الشعب المصري حزين على فقدان البابا شنودا وطبعاً يعني هو ربنا يعني هو المحدد المعد بس هو مش وقت وكل الناس الكويسة بتروح يعني يعني طبعاً ده الله يرحم البابا شنودا الخبر بالأساس أنا أعتقد أن ده خبر الأهم بالمنازمة ومش في مصر بس ربما على العالم فيه من كل الدول اللي بتخضر الكنيسة العرسوزكسية وفي العالم كله ما بقاشر لأنه نعز كل الشعب المصري وأنه هو مبارح كمان بدأت بإجراءات لنتخببة جديد ويعني أعتقد أن الكنيسة لديها من الكفاءات اللي هي هتجيب ناس عشان يديروا المرحلة القادمة إن شاء الله طيب أول خبر معنا النهاردة البرلمان يختار تأسيسية الدستور من بين 3000 مرشح كان من بين المرشحين أبرز الأسماء من الشخصيات العامة دكتور محمد أبو الغار ودكتور محمد عمارة دكتور حازم الببلاوي وسامح عشور والمستشار حسام الغرياني والمستشار مجدي العجاتي وكانوا بيقولوا أنه هيبقى فيه 37 من أعضاء مجلس الشعب وفيه 13 من نواب الشورى هو النهاردة المفترض بداية انتخابات اللجنة التأسيسية للدستور اللي هي طبعا جاية وسط اعتراضات شديدة جدا وفي نفس الوقت اعتراضات جديدة على طريقة أنه يبقى فيه 50% من البرلمان واتهامات من النواب الإسلاميين للمعطردين بأنهم فلول هذا الجديد بقى أنهم اتهمة الفلول بقت بتوجه لأي حد معطرد بالأساس حسب اللي هيحصل النهاردة المفترض أن البرلمان هيختار 37 من المجلس الشعب و13 من المجلس الشورى فيه 25 من شخصيات عامة وفيه 25 بيمثلوا لهيئات والنقابات المختلفة الخناء الأهم دل النهاردة لها فكرة أن الناسبة البرلمانة عالية جدا وأنه كان يجب أن يكون المجنة التأسيسية موسلة لكل فئات الشعب المسألة ما وقفتش بغير كده هي وصلت لحد أن بقى فيه قضايا قدام المحاكم وبقى فيه في نفس الوقت نحن نعمل أي حاجة لازم يقى فيها مشاكل وقايا هي حتى معايير يعني أنا يعني حتى معايير الاختائرة داخل البرلمان لم تضبط يعني هي الأزمة أن احنا أمام مخاوف حقيقية على فكرة الدستور الذي يجب أن يمثل جميع الفئاته ويجب أن يمثل كل الطائرات المختلفة هو أن تحتكروا فئة بعينها هذا الخوف الرئيسي لكن هناك أنا تقديري أن هناك مخاوف أهم هي فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور القادم وصلاحيات المجلس العسكري والمخابرات في الدستور القادم والإشراف عليها هي من المخاف؟ هذه معركة الأهم ودي أصدق المعركة بتبدأ من النهاردة يعني أصدق المعركة بتبدأ من النهاردة هناك مخاوف أن انفراض طيار يفتح الباب للضغط عليه أو السيطرة مبارح الدكتور عمار علي حسن كاتب شيء مهم جدا وواجب التوقف أمامه أن تحذيرات وصلت من المشير تنطوي لك في كتتني بأنه في حالة سحب أصدقاء من الحكومة فإنه سيتم حل البرلمان هل يعني باختصار شديد أن هناك من يستطيع الضغط على البرلمان؟ الجزء الثاني أن هناك اتهمات للبرلمان ولبعض النواب وبل أن الدكتور كاتتني اللي هو رئيس مجلس الشعب نفسه هناك له قضية تخص عضوياته أمام المحكمة الإدارية العليمة فماذا لو بطلت عضوياته أو بطل عضويات بعض من يشاركون من النواب في البرلمان؟ هيبقى مطعون على الدستور اللي احنا اللي تعمل بالأساس فاحنا أمام مشكلة قضائية المشكلة الحقيقية المشكلة كان التمثيل البرلمان كان يجب أن يكون محدوداً في بعض الرؤى زي الدكتور نور فراحات بيتكلم على فكرة أن نص في الإعلان الدستوري قال أن البرلمان ينتخب أعضاء اللي ينتخسين ما يبقاش مشارك ما يبقاش مشارك وبعض الناس بيقول أن النسبة يجب أن تكون محدودة الحقيقة نحن أمام مخاطر حقيقية اتهمات الفلول أعتقد أنها اتهمات جاهزة أصبحت اتهمات جاهزة أي حد يصيب أنت فلول خلاص فأحنا الحقيقة نعتقد أن هذه ستكون أزمة قادمة خلال الشهر القادم حتى يوم تلاتين المحدد اللي استفتاء على الدستورة ما أعرفش سيبقى فيه مفاجآت احتمال لأن يكون هناك مفاجآت كبيرة الخبر الثاني مسيرات رفض التأساسية تنطلق اليوم والإسلاميون المحتجون في نفس الخبر الأول نحن عندنا أربع مسيرات النهاردة مخترد من أربع أماكن مختلفة هيتوجهوا لمقر الانتخاب في قاعة المؤتمرات الكبرى بيعلنوا رفض فكرة أن يبقى فيه خمسين نائب كثير من القوى أعلنت أنها لن تشارك ولذلك البرنامان عمل أنهم ينتخب عشرين احتياطي من الشخصيات العامة وعشرين احتياطي من النواب ربما بعض النواب الذين يتم اختيارهم أو بعض من يتم اختيارهم يعتزلون في ظل الأجواء دي هذه هي تقضية مصر دي هي تقضية استكمال الثورة الحقيقية وفجأة بعض من لم يشاركوا في الثورة يتهمون من يخرجون للاعتراض يوم على أنهم فلول أنا أعطاه إما أن تستكمل الثورة وتنجز أهدافها الحقيقية بأننا نعمل دستور يعبر عن الجميع دستور كمان يحد من سلطة المؤسسة العسكرية أو نعيد إنتاج النظام السابق باتفاقات ما بين العسكري وبعض الإسلاميين والاتفاقات وضحت من البداية فده يتنزل لده عن هو فبالآخر تنتهي للفكرة الأساسية أننا نعمل دولة للجميع دولة تعبر عن جميع التالي الخبر الثالث من الأخبار اليوم التعن برضو على تأسسية الدستور أمام المحكمة الثلاثية أه هو نفس الخبر تقريباً اللي هو في القضية المرفوعة واللي هي خلاص خدي دلامة وعداً عجيلاً يوم الثلاث القادم إن شاء الله الشروق أزمة البنزين تلتهم أولى ضحاياها أنا مش عارفة إزاي يعني إزاي اللي حصل ده اللي حصل إن احنا أنا مش فاهم أصلاً ما معنى أزمة البنزين يعني مبارك لو أنا بدأت أضع أعناوين أخبار جميع بعضها ده مش هي خليني أطرح علامات التفهم ولماذا تظهر أزمات في أوقات بعينها الحقيقة أن معدل استيراك البنزين مزعتش وأن نحن نعيش أزمة منذ فترة طويلة الحقيقة الثانية إننا في الوقت إن هناك أزمة شديدة هناك أول دفعة بنزين وصلت غزة تبرع من مصر في الوقت إننا أكيد إحنا مش هنتبرع وإحنا ما عندناش في الوقت العربيات وقفة بطبور طويل على البنزينات الأزمة اللي هي اللي أنا مش فاهم حصلت السيادي ليه تحديداً وبهديد طريقة والكلام عن تهريب وأوباع البنزين في السوق السوداء المهم الخبر الثاني رابط بيحاول يطرح إجابات ولو إنها إجابات من نوع الإجابات الجهزة اللي هو فلول نظام مبارك وراء أزمات البنزين والسولار الحقيقة فلول هي هنا الدكتور جودعب خالق مبارح قال مجموعة من المعلومات أنا شكلها جديد بس لكنها تديني الحكومة ولا تبرقها اللي هي إنهم مبارح إنهم خلاص أوقفوا مستودعات التابعة لصهر علاء مبارك لأنه كان يتحكم في 8% من الغاز اللي بيوزع في مصر وشركات التحكم في البترول والبنزين فهو من يخفه فالتهمات له واضحة والأخطاب الحزب الوطني اللي هم شركات شركاتهم بتسيطر على موضوع البنزين بأنهم وراء الأزمة هي السؤال هل ده معلومة جديدة لدى الحكومة عرفتها مبارح ولا ده جزء من حل من محاولة للهروب من مسؤولية جديدة ولا محاولة للتغطية على من يفتعل هذه الأزمة بشكل حقيقي يعني الفكرة إذا كنت تدرك أن مجد راسخ يمترك 8% يسيطع على 8% من إنتاج الغاز في مصر وإذا كانت شركات تسيطر على إنتاج الغازية أنت مش لست عارف دلوقت مجد راسخ المفترض متهم وزوج بنته متهم ونظامه بالكامل متهم سبته ده السنة للفاتح دي كلها وسبت كل الفلول اللي أنت بتتكلم عليهم يتحكمون هو اعتراف بأننا ما زلنا أمام الدولة نفسها أمام المصالح نفسها وأمام نفس الناس اعتراف بيكملوا أن المجلس العسكري والحكومة شكاوى إنجلترا وشكاوى أكثر من جهة أخرى يتحدثوا عن هذا نتحيل عليك وتعالوا خدوا فلوسكوب اللي هي بتاع تجميد الناس والناس بترفض يعني نحن أمام نظام بنفس يدير بنفس الطريقة ومش عايز أقول يعني ما تغيرناش حقيقة الحياة بنفس الفساد يعني دي خيانة للثورة كاملة يعني أن نرى مواطنين يسقطوا على قتل بسبب أزمة بنزين في مصر بعد سامة الثورة وأن تخرج شمارة تقول أن نفلون نظام هم الذين يتحكمون وأنت تدير البلد منذ عام كامل وتتركهم أنت هنت الثورة طيب الخبر السادس أمام القوات المسلحة تدفع بأسطول أوتوبيسات لحل أزمة إضراب السائقين لدينا أزمة منذ داخلين في الإسبوع وما زال سائخ النقر اللي هم لهم مصالح ولهم مطالب وهذه المطالب يعني دائما الناس بتطلع تنتقد من أصحاب المطالب ولا ترى الصورة العامة الصورة العامة أن إحنا لدينا مجد الرزق يتحكم في 8% من أزمة من المستودعات في مصر لدينا موظفين مزالوا يحصلون على مئات الألاف وملايين لدينا أعضاء في المجلس العسكري نشرت أخبار بيقول أن بعضهم يحصل على مئين الجنيهات شهريا ولم يتم الرد عليها لدينا كل هذا والناس بتستكتر على السوقين إنه هو مرتباتهم تزيد أنهم ما يكونوا يحصلوا على حوافز حوافز إذا رأينا الصورة بهذه الشكل سندرك أنهم حقوقا حقيقية وأن من حقهم أن يطالبوا به وإذا رأينا الصورة هكذا سندرك لماذا دفع الجيش أو دفع المجلس العسكري بأوتوبيسات الجيش لحل الأزمة وإذا رأينا الصورة كاملة سندرك أيضا أن من يدفع بأوتوبيسات ويمتلك ما يحل أزمات كثيرة منها أزمات المواصلات الموجودة في مصر بما يعني أنك تفتعل الأزمات أنك تدافع عن فساد أنك تحمي فساد كبير يعني أننا نقدر نحل للناس مشكلتها أنك تستكسر على الفقراء وأن يحصلوا على حقوق بسيطة يعيشوا بها في الوقت اللي أنت سايب أباطرة يتحكمون في مصر في الوقت اللي أنت سايب ملايين الجنيهات اللي هي بتخش جيوبك وجيوب الناس التانية يعني نحن أمام ده ده الصورة العامة ومن هنا أعتقد أن الجميع يخف أن يجب أن يخف مع السائقين للحصول على مطالبه وكل من يطالب بحقوق حقيقية عشان يأكل عيش عشان يعيش هي دي الأزمة تمام تجميد المصري عامين ومرعبه ثلاث سنوات وغضب في الأهلي وبورسعيد أنا أعتقد كمان الخبر اللي بعده ألاف البورسعيدية يهددونها بالانفصال أه تقريباً الحقيقة ده خبر يحتاج الكثير من الدقة يعني ألاف البورسعيدية يطالبونها بالانفصال ده مش دقيق ده كانم مش دقيق هناك رد فعل حدثة بالأمس على تجميد المصري اليوم وهناك رد فعل حدثة من جماهير الألتراس التي اكتشفت أن هناك من يتلاعب قبل الحصول على حقوق شهداءها أو شهداء مصري بشكل عام اللي هما ساخطوا وفي المصري اليوم وفي المصري أو في بورسعيد هم يرون أن ما حدث فعلاً مدبراً ويجب أن لا يتحمل المصري أو بورسعيد تتحمل هذه النتيجة باعتراف حتى النيابة اللي قدمت تسع متهمين من الشرطة بالتواطئ على هذه المسبحة وما جرت بس كان فيه تهديدات من المصري من قبل المطش الانفصال أنا أعتقد أن بورسعيد التي خاضت حرباً ضد ثلاث دول أجل مصري هو اللي عمل المشكلة ده فريق كورة يعني أكيد مش شعبي بورسعيدي ما فيه أنا بتكلم على ألافي بورسعيدين يهديرهم نصال ده كلام غير ضقيق الشعب الذي خضح حروباً من أجل مصري في ثلاث حروب متتالية وخضح بنفس حرب ضد لن يهدد بالانفصال لكن علينا أن نحقق وراء الفعل الحقيقي ولا نحملها لأطراف الحقيقة أن من توطأوا على المجزيرة ومن تركوا الناس التي تدخل لقتل 74 في ساعة لم يتقدموا حتى الآن لمحكمة حقيقية ده بيحصل في نفس الوقت وكأننا أمام السيناريو يتكرر مع تعطيل محاكمة قتلة محكمة موقعة الجمل ودلوقت نحن قدام بورسعيد والعقوبات تطبق دائماً على الأصغر أو على الأطراف الأضعف بسرعة وتستطيع الوقت أمام الكبار اللي حصل أن دي أزمة حقيقية الأزمة يجب احتواءها والحقيقة أن هناك عقلاء في بورسعيد فرروا احتواء أمس وأن جماهير حتى ألترس النادي المصري أصدرت بياناً بالأمس قالت أن فيه شيء مريب يحصل في بورسعيد وقالت أننا نسحبنا من قدام القناة نتيجة أن هناك شرطة وجيش كانوا متواجدين بكثافة صباحاً ثم اختفوا مساءاً وقالوا أن ما يحدث يبدو أن هناك من صنع الأزمة واتهموا المجلس العسكري بالتحديد بأنه من صنعها وجلس يتفرج على تفاقمها وتصاعدها ونصحوا الناس بالابتعاد فهدأت الأحداث أستاذ خالد البلشي رئيس تحرير جريدة بديل الإلكترونية نوارتنا اليوم بيرس شكراً مشاهدينا سيكون معنا بوبس على المعارجان سينما الأطفال ونرجع نكمل معك وباقي فقراتنا شكراً شكراً شكراً